بعد عشر سنوات على اعتمادها عادت اتفاقية خور عبدالله مع الكويت إلى الواجهة من جديد بأزمة صنعها إصدار المحكمة الاتحادية قرارها القاضي بعدم دستورية الاتفاقية التي تهدف لتنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت اتفاقية الملاحة البحرية بين جمهورة عراق ودولة الكويت رقم 42 لسنة 2013 قد صدر خلافا للأغلبية وأثار قرار المحكمة الاتحادية تساؤلات بشأن التوقيت والهدف من إحياء الخلافات الحدودية بين البلدين فإذا كان الأمر يتعلق بمعطيات قانونية وليست سياسية لماذا ظل الأمر ساريا مدة عشر سنوات قبل أن يتذكر البعض فجأة أن الاتفاق لم يكن نفق الأصول القانونية ولماذا لا ترفع إلى المحكمة الاتحادية قضايا تتعلق بانتهاك إيران لحقوق العراق وهي أكثر من أن تحصى التنصل لم يقتصر على الجانب القضائي بل تسابق شركاء العملية السياسية من من وقعوا على الاتفاقية حينها لنفض أيديهم منها من بينهم رئيس الحكومة في ذلك الوقت نوري المالكي حيث وقعت الاتفاقية بأوامر منه بحسب عادل المنصور النائب السابق عن ميليشيا بدر والتي تنصلت هي الأخرى على الرغم من أن زعيمها هادي العامري وقع على الاتفاقية بصفته وزيرا للنقل نواب طالبونك بيان تقولي والله اتصال مع وزير الخارجية وكان اتصال جيد وتبادل العلاقات الثنائية المليارات ما نفعت معهم لا تعتقد بأن الكلام الطيب مع هذه المجموعة سيكون لها نتيجة تصريحات النائب الكويتي عبد الكريم الكندي تشي بأن الاتفاقية التي وقعت كانت مقابل مبالغ مالية ضخمة لا يعرف أحد أين ذهبت كحال المليارات التي سرقها ساسة العملية السياسية والذين لا يجيدون الحديث عن سيادة البلد إلا مع المواسم الانتخابية لا سيما وأن الأزمة الجديدة تجاءت بالتزامن مع تصاعد الخلاف بين إيران من جهة وكل من الكويت والسعودية من جهة أخرى بشأن حق للدرة في المنطقة المحايدة للمغمورة الكويتية السعودية ويعتقد مراقبون بأن قرار المحكمة الاتحادية المذكور بمثابة أداة ضغط إيرانية على الكويت عبر العراق بعد أن فشلت طهران في تحقيق مبتغاها حينما فضلت إجراء مباحثات ثنائية حصرا مع الكويت لفرض وجهة نظرها عليها ما يعني أن يعادة توتير علاقات العراق مع الكويت سيترك تداعيات على البلدين الجارين تؤثر سلبا على الاستقرار في المنطقة